ينتج ده بدلوقتي لكن انا اللي بطلبه او احنا اللي بطلبه ان هذا المنجم ممكن يكون سامح فهم عبد المأمور والاسر اللي بتاعه مش ممكن هو في التحقيات كده هو هو في التحقيات نفسه قال يعني عيلة يقوله عيلة ثابت وعيلة ما يبقى بقى كان بيجيله امر يتقاله هو نفسه قال كده في التحقيات وقال ان انا مليش علاقة بالكلام ده انا جيت وزير بترول علشان اوقع على اطفائية الغاز انا جيت وزير كذا انا كنت بمضي بيجبوه للورق ده نص تحقيات سامح فهم لما اسمح فهمي قال رئيس هيئة السور المعدنية قال له هو كان بتاع ابوك قال له قمدي قال له الحمد عليها توديني في داهيا قال له كان كان ابوك سامح فهمي قال له رئيس هيئة السور المعدنية يقوله قمدي على العقد الجديد بتاع المنجم والاتفاقية خلصت فبيعمل الجديد فبيقول له أمض عليه ده غلط لازم تروح مجلس شعب تاني قال له يا كد بلد أبوك قال له لا بلد أبويا ولا أبوك بس ده داخل مين قال وقلنا إحنا عايزين وقاع طبعا هو يعني وكل اللي إحنا قاعدين نقوله سواء على الوقاع أن عندنا دهب عندنا معدن عندنا سروة معدنية بالمليارات يا جماعة عندنا سروات عظيمة وده بيلكي على أعضاء مجلس شعب بدل خنائات اللي قاعدين يغدون فيها وملهاش أي لازمة حوالين أن أحد الأعضاء المسل شعبي فأحد زعل منه وقاعدين يغدون في سكك ملهاش أي قيمة يا أعضاء مجلس شعب قوموا بدورك الحقيقي واشتغلوا عشان تلحقوا سروات البلد ديت لو عايزين البلد ديت تنض وارحمونا من جو المؤامرات اللي شغال ليل نهار وقاعد يشغلنا بتوافه الأمور توافه الأمور مش هتحل معضلات مصر ولا هتحل مشاكل مصر عليكم تبصوا على الصروة الحقيقية الصروة الحقيقية في مصر هي الناس وأرضها بجبالها اللي احنا شايفينها ببحورها اللي احنا عارفينها لابد أن يبقى فيه شغلة حقيقي حوالي منها لكن استمرار الأمر بهذه الصورة بيحول مجلس الشعب لصورة بشعة وهو أسوأ من مجلس الشعب المبارك بهذه الصورة للأسف أن أنا أقول هذا الكلام لأن الناس لما نزلت وانتخبت هذا المجلس كان عندها طموحات أن هذا المجلس يمثل شكل من أشكال الرقابة الحقيقية أين الرقابة الحقيقية؟ مهمة المجلس مش أنه يبقى بطانة للحاكم العسكري ولا يبقى بطانة لولاة الأمور